تعالوا نخش نقول كلمتين حلوين لأنه فيه موضوع كبير جدا 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 لازم نتكلم فيه له علاقة بالأهل أنا قلت قبل كده هنا في المكان ده مرة واثنين وثلاثة واربعة أنه المركات القادم بالنسبة للأهل هو أهم مركاته في تاريخه بالذات بعد اللي بيحصل في كوبا أمريكا أنه العالم كله بقى هيبدأ يشوف كاس العالم دي مش بس علشان ريال مدريد وأندية أوروبا وكل أندية العالم والبطولة اللي كبرت وليها رعاها وواواوا ده الكل اللي هيبص على أمريكا دي بعد المهزلة بتاعت كوبا أمريكا رايح هتعمل إيه بقى فرّجنا بقى كوبا أمريكا دي المهزلة دي هتعمل في كاس العالم اللي أندية إيه ولو حصل اللي حصل الناس هتبدأ تشكك فإنه طب كاس العالم ينظموه إزاي بقى الكبير فيما له علاقة بالأهلي أنا الأوان أن الجمهور الأهلي يبدأ يفاهم كويس الإدارة بتختار إزاي اللعيبة اللي بتيجي للفريق للنادي وأحيانا بتحس أن فيه لعيبة جات بلا منطق يعني حس أنه اللي جاب ده هو اللي جاب ده طب إزاي طب هو مين اللي بيختار فاسبحوا لي أقول لحضراتكم انفراد خاص بسوبر ليج عن كيفية اختيار اللعيبة والبلان اللي محطوط في هذا المركات واللي بأكد من تاني أنه الأهم والأخطر في تاريخ النادي الأهلي مع حفظ الألقاب للجميع الخطيب كولر لجنة التخطيط وأمير توفيق الرباعي بص على اللي بيحصل واحدة واحدة عشان تفهم السير أولا بداية الأزمة إمتى؟ مودست إيه اللي حصل؟ الأهلي محتاج مهاجم وده الشغل الشاغل اللي موجود طول الفترة اللي فاتت الأهلي محتاج إيه مهاجم بتروح لرقم واحد لرقم اثنين لرقم تلاتة عن طريق وكلاء الوكيل بيعرض لك اسمه اثنين وثلاتة تفشل في التعاقد معاهم فتوصل لحد أربعة الأزمة السنة اللي فاتت أنه لما وصل لمرحلة مودست اعتبر كولر أنه كأنك جاي بلعيب شريه من نادي وبيديه مرتب يعني المليون دولار ده كأنك أسامته اثنين دفعت جزء للنادي اللي انت شريه منه والجزء التاني راتب قال للناس اعتبروها كده وكان هناك رفضة من نجلة التخطيط علشان السن وهبيعه الزاي وبقاله قد كده ملعبش كورة وكل هذا الكلام كانت بمحسن صالح ورفاقه فلما وصل لحد الآخر بقى خلاص ده الحل الوحيد فجي مودست وفي نفس الوقت كان أمير توفيق وشركة شغالين على موضوعه سام لأنه بالباسبور وفكرة ان هو بينضم ليك كأنه لعيب محلي موجود معك بالشكل طبيعي ده كان أسد مهم جدا جدا موجود عندك فدل حصل في موضوع اختيار اللعيبة طيب انبارح بقى انت بتفكر في اللي جاي كولر طلبة حرفيا من الكابتن الخطيب ما يلي قال بتفع بك شمال يكون موجود معاك لعيد نص ملعب ارتكاز على الدايرة جناح موجود وابدأ مرونة كبيرة جدا فإنه أي محترف هيمشي من عندك أنا موافق مهما كان هو مين بشرط إنه أنا اللي هتحكم في اللي جاي مكانه هتمشي بيرستاو عندك عرض ألف سلامة لكن أنا اللي أقول مين اللي جاي مكانه فده البلان وبالتالي هنا بتشد خط تفهم اللي حصل ويبقى بقين لك بالزبط هي أصل المشكلة فين واللي جاي دي كل فد دي معلومات اللي جاي دي بس الوحيدة اللي وجهة نظر أصل الموضوع يا جماعة انت لما بتروح لمهاجمين زي كانو تيلي وانتوا فاكرين السنة اللي فاتت كان فيه سوزة الأسماء اللي زي دي لما انت بتعرض على العيب بتقوله مساء الخير مساء النور هل تحب اللعبة في أفريقيا في دوري في أفريقيا أو أحب ألعب لما بيعرف أنه الأهلي يبدأ الرقم بتاع الفلوس يعلى الأزمة الأكبر فين أن انت لما بيكون وكيل وبتقول أنا بعرض على اللعيب الفلاني نص مليون دولار وكيل تاني يخش له من ناحية التانية ويقوله إيه ده إيه ده إيه ده تيجي الأهلي بنص مليون يا رجل خليك معايا وأنا جيب لك مليون فاللعيب اللي بالنسبة له المادة أهم يطمع فيسيب الأولاني اللي كان هيخلصه في السريع ويخلص كل الأزمة دي ويخلص الأهلي شخصيا من إشكالية ويروح يمضيب على التاني فيه لعبة بالإسمة عملت ده وفيه لعبة تانية ما تحبش لا أنا أجي ألعب في الأهلي وخلاص أو في الزمالك وخلاص أو في أي نادي وخلاص لكن ده اللي بيأخر عملية إنك تتعاقد ده اللي بيأخر الدنيا عمتا درس الموسم اللي فات تم درسته وأعتقد أنه اللي جاي بالنسبة للأهلي على هذا المركات والضخم جدا مهم أنه يتم الدراسة أكتر فيه وأعتقد أن كل الأخطاء اللي فاتت الإدارة هتتدارك معظمها في الوقت الحالي